تسبب النزوح السوري إلى لبنان في السنوات السبع الماضية بارتفاع عدد السكان حتى تخطى عام 2018 عتبت خمسة ملايين سماء هذا الأمر لم يمنعه من التربع على عرش أفضل خمس وعشرين دولة في العالم من حيث جودت الرعاية الصحية في عام 2018 دخل لبنان أول مرة في مؤشر بلومبرغ الذي يهنى بجودة الرعاية الصحية في العالم التي تستند إلى العلاقة بين التكلفة المالية ووقت الانتظار وعدد المعالجين والنتائج الصحية النهائية واحتل مباشرة المرتبة الثالثة والعشرين بين ستة وخمسين دولة تتبرى على جودة رعايتها الصحية وفقا لمعايير وضعتها المؤسسة الأمريكية بحسب بلومبرغ فإن أول خمسة وعشرين بلدا يصنفها المؤشر هي الفضل في العالم لبنان صنف من بينها نظامنا الصحية متطور جدا مقارنة بكثير من البلدين لذلك لبنان عم يكون أولا وجهة للسياحة الاستشفائية مقر بمنطقة الشرق الأوسط للمستوى العالي من الطبابة والرعاية الصحية بشكل كتير كبير إضافة إلى وجهة لاستثمارات بهذا القطاع لأنه قطاع واعد ينمو ونتائجه عم تكون كتير إيجابية تشير بلومبرغ إلى أن معدل انفاق الفرد الواحد على رعاية الصحية في لبنان يبلغ 645 دولار أمريكيا فيما يقدر مجموع النفقات الصحية ب7.4% من الإنتاج الفردي ويتخطى متوسط العمر فيه 79 عاما بالرغم من النزوح السوري والزيادة المفاجئة بعدد السكان محافظين على لبنان خالي أو بشكل كتير كبير خالي من الأمراض التي قد تتفشى والأمراض المعدية من عبر تقديم اللقاحات والرعاية الصحية الأولية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية لذلك نحن كمان عم نكمل حتى نحافظ على هذه المرتبة ونتقدم أكتر إن كان من ناحية تخفيض أسعار الأدوية بدون انقطاعها من السوق من ناحية جودتها والحفاظ على جودتها من ناحية تحسين القطاع الاستشفائي والتغطي الاستشفائي وبطاقة الصحية اللي عم يشتغل على إطلاقه وصارت قطع أشوات كتير كبيرة تفوق لبنان على بريطانيا وبلجكا وألمانيا وغيرها من الدول وحتى على الولايات المتحدة التي تراجعت أربع مراتب عنها في العام الماضي وأصبحت في قار المؤشر فمثلا يقدر معدل إنفاق الفرد الواحد على رعاية الصحية في الولايات المتحدة بأكثر من 9500 دولار أمريكي ما يعادل 14 ضعف ما ينفقه الفرد في لبنان هذه التصنيفات يمكن أن تتغير سنويا وبقوة بسبب عوامل عدة كالركود وتقلبات العملة وأنماط الإنفاق المتقلبة مقارنة ببطء التحسن في متوسط الآمر المتوقعة فهل ينجح لبنان الذي يتقبط اقتصاديا وحكوميا في الحفاظ على مركزه المتقدم صحيا حليمة طبيعة خنة الشديد